السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازلنا في شهر السلام شهر السلام رمضان ممكن يطلق عليه أسماء كتيرة السنة دي مسميين رمضان شهر السلام ليه شهر السلام؟ لأن احنا ماشيين في حلقات سلام ومشينا في حلقات سلام في التلت الأول من رمضان في شهر السلام وتكلمنا إزاي نحيا في سلام المعاملة مع الله ودخلنا في التلت الثاني اللي كان شعرنا فيه دخول الجنة لأن الجنة في العلاقات جنة حقيقية ممكن نعيشها وبدأنا الكلام عن السلام في علاقتنا مع الناس والنهار دا عن نتكلم عن لبنة أساسية في السلام في العلاقات مع كل الناس اللبنة دي لو مش موجودة قول على العلاقات السلام يعني قول على علاقات خلاص ما بقاش فيها سلام ايه بقى اللبنة المركزية والأساسية والمهمة في العلاقات زي ما كنا بنتكلم عن سلام التأمين النهاردة بنتكلم على سلام تاني سلام لازم نتكلم عنه بعد سلام التأمين في العلاقات السلام ده من غيره الناس ما بتعرفش تعيش في علاقة ايه السلام ده اللي انت قاعد تتكلم عنه ومشوأنا ليه هو سلام بناء الثقة سلام بناء الثقة ولحظوا ان احنا قلنا سلام بناء الثقة ما قلناه السلام الثقة ليه؟ لأن الثقة هي المصدقية المستمرة اللي بتتكون على تقرار الأحداث والمواقف مع الناس اللي بنعيش معاهم فالثقة بتشبه البناء بنضع لبنة على لبنة على لبنة فمش الثقة دي بتجي فجأة ولذلك دايما هتلاقوني بقول إن الثقة لا توهب الثقة تعاش ودي مسألة مركزية ده عند ناس كتيرة ده زي ما بيقولوا كده ده تغير في الرؤية بيسموه ساعات شيفت برادايم إن انت تفهم إن الثقة بتبنى مش بتوهب مش تقول لواحد أنا واثق فيك وإنت قصدك إن انت رافع سقف توقعاتك فيه دي مش هو ده بناء الثقة فالثقة عشان تكون وتتكون مش لازم تكون العلاقة ما فيهاش أي مشكلات على فكرة أو تحديات بالعكس أوقات كتيرة بتبقى التحديات اللي في العلاقات اللي بنمر بيها هي اللي بتخليه حبل الثقة بيننا متين ويتمتن كمان لإن بيظهر فينا إزاي إحنا حريصين على العلاقات وخاصة في وقت الأزمات وبس ساعتها بنعرف إزاي نتعامل مع بعض بشكل صحيح وعشان كده في بداية العلاقات فيه مرحلة بينهم اسمها مرحلة الصدام مرحلة الصدام دي اللي بتخرج الناس تقدر تعرف طبائع بعض وصفات بعض وأنمات شخصية بعض بنعرفها لما يحصل الصدام في بعض الأحيان فأكتر شيء يخلي الثقة الناس في ارتياح هو في ارتياح في العلاقات هو لما تتكون الثقة وتتبني بناء حقيقي ما يبقاش فيها أي استعجال وأي رعونة وأي رفع لسقف الأقعات لا تتبني على مدار العشرة فكل واحد يحس إن التاني ملاز آمن لي فالثقة بيت وسكن ودف بيحس فيه الإنسان بالهدوء والاستقرار وفقد الثقة والعاذ بالله بيخلي الناس حسة بالكآبة وبالرعب وبالخوف وانتظار المصيبة وحاسس إن الدنيا ديقة ومضلمة في عينيه على فكرة الناس كتيرة وهي بتسمعنا عندها أوجاع أنا فاهم وفاهم إن انتوا كتير منكم يقول أنت بتيجي على الجرح ليه أنا مش بيجي على الجرح أنا جاي بالسلام جاي بالسلام اللي يخلينا نقدر نشوف الجراح بتاعتنا مجايز ما تبقاش جراح ونبقى إحنا اللي محافظين عليها أنا عارف أنا عارف إن الأوجاع دي بتخليهم مش قادرين يسقوا في الناس اللي بيتعاملوا معاهم واللي بيعيشوا معاهم بسبب إن هم كان عندهم تجارب صعبة شوية ويقفلوا على نفسهم وينعزلوا وفي ناس كتيرة 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 عندهم أوجاع بسبب إحساسهم إن الآخرين مش واسقين فيهم إيه ده ده الطرفين في طرف موجوع عشان هو مش محل ثقة وفي طرف موجوع لإنه هو مش قادر يسق بالناس وهو موجوع أو إنه هو محل شك وسوء ظن طول الوقت فهم محطوطين في أفص الاتهام فطول الوقت المضطرين يتوجعوا لإنهم مفروض يدفعوا عن نفسهم طول الوقت يا سادة ما نقدرش ننكر إن أزمة الثقة موجودة بس لازم نسأل نفسنا قبل ما نقول إن هي موجودة هي جات منين أزمة الثقة دي جات منين في ناس بسبب آه صح بسبب الترومات عندهم حصل عندهم خوف وقلق الترومات الأحداث اللي حصلت في حياتهم واللي كونت عندهم عبارة عن أشياء وأسار ونزعجات مش قادرت تروح منهم وبطيفتكروها طول الوقت وحاسين إن هي بقت لها سلطان وبقت أسرهم الترومات اللي حصلت لهم وفيضلوا حاسين إن هم خايفين من الغدر خايفين من الخزلان فطول الوقت لابسين دروع واقية اللي هم يساعد بيسموها في بعض الدراسات العلمية السيلف دفينس والشخص ده في أوقات كتيرة بيسيء قراءة الأحداث والمواقف بيركب خوفه على أفعال الناس ويبدأ يقرأ ده في تصرفتهم ده قاصد يوجعني ده قاصد ييهني ده قاصد يكسرني ده قاصد يديقني ولذلك علاقاته مع الناس دايما مش مستقر صحيح ده ممكن يكون جاي من الحساسية بس بيبقى موجود وبيبقى موجود وليه سبب فاحنا عندنا أنماط من الشخصيات بياخدوا وقت طويل قوي عشان يتأجدوا من جدادة الإنسان للثقة على فكرة ساعات بيبقوا لما يتأكدوا أن فلان ده جدير بالثقة يكون فلان ده قاصة عزف عن العلاقة لأنه بيكون حصله كتير من الاختبارات اللي بعضها بيبقى مهين بالنسبة له وساعاته يحس بعد ما ياخد الوقت ده أن فلان ده مش هيتخزق مش هيخزله أو فلان ده مش هيرفضه وده في الغالب بيحصل من التجارب الأديمة اللي مرت عليكم والناس يحسوا فيها بألم الخزلان فطول الوقت خايفين من أن الألم ده يتكرر مرة تانية ويحسوا أن الألم التجربة اللي عدوا بيها ممكن يرجع لهم تاني وده أكتر طريقة تخلي الإنسان هش وتخليه يعيش على هامش الحياة علشان كده مهم أن الإنسان يتعلم إزاي يقرأ الماضي لأن قراءة الماضي بالأوجاع بتعمل ظلمة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن احنا نقرأ الحاضر الماضي بشيء أوسع بكتير من الشيء الدي اللي عندنا عندما أمرنا أن احنا نلتمس الأعذار وعندما أمرنا أن احنا نشوف الجمال وأن الله كتب الإحسان على كل شيء فعلمنا إزاي نقرأ الماضي لأن قراءة الماضي محتاجة لنور نور يخلينا نفهم حكم الماضي وحكم الله سبحانه وتعالى المليء بالحكمة عشان تعيش بالحكمة دي في المستقبل وما يقتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بدلا ما ينزع منه خير كتير لا يقتى الخير الكتير لما يحاول يقرأ الماضي بطريقة فيها رحمة وخير وجمال ولذلك اللي بيعيش في علاقته بالخوف الزائد علاقته بينه وبين كل اللي حواليه بتبقى على المحك وتبقى السلوك كلها عريانة واللي بيعيش بالطريقة دي بيعيش الأشخاص اللي هم بيتعاملوا معاه أنه هم دايما حاسين أنه هم في حالة من حالات الحرص وحالة من حالات الخوف والرعب للأسب والعلاقات بعد شوية بتتسمم عليهم حياتهم كلها لأن العلاقات دي بتبقى علاقات غير رشيدة لأن مطارباتهم بتبقى كتيرة وشكوا بيبقى كتير وعشان كده من أكتر الأشياء اللي ممكن تقطع العلاقات وتفسدها هي كل الأشكال اللي بتوصل رسالة إلى إلى إلي وإلى الناس وإلى اللي قدامي أنه مش محل ثقة أنه مثلاً إحدك دلو ملقتهوش مع أنه كان ممكن يكون جنبي بطريقته أو ممكن يكون كان شيء منعه أو يمكن يكون جنبي بالطريقة اللي هو متوقعة ومحتاجها كل ده أنا ما باعتبروش لأن أنا كنت عايزه ويبقى جنبي بالطريقة اللي أنا عايزها فإذا كان جنبي بالطريقة اللي هو قادر عليها أو اللي يقدر يعملها ما بيكفنيش وأكتر شيء ممكن يحرق الألوب في العلاقات هي الرسائل اللي بتوصل اللي فيها بقول لي اللي قدامي أنه محل للشك تقول الوقت أرأبه أتلصص عليه أفتش في ماضيه أحطه في اختبارات أسيا عشان أتأكد من برأته وجدرته للثقة طول الوقت ولزايك الله سبحانه وتعالى قال لنا يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصونا وقال لنا ولا تحسسه ولا تكسسه في حاجة لما بتكتر بتبوز علاقتنا ببعض وتخلينا في حالة من أسوأ الحالات وتفضل الحاجة دي تلهي بالقلوب وتخلي الألقات ما تقدرش توصل لبناء الثقة إيش شيء ده اللي لو كتر يفسد العلاقة ده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وإحنا لسه بنتكلم عن سلام بناء الثقة بناء الثقة من السلام الثقة بكرر عليكم إن سلام بناء الثقة اللي إحنا بنبنيه لبنى لبنى وبنمشي معاه وفي حاجات كتيرة جداً جداً بتمنع من هذا السلام وتمنع من الثقة منها حاجة قلنا إن هي بتكتر أو بتلهي بالقلوب وتفتت الثقة اللي هي إيه؟ كسرة التشكك في الناس بتهدي ثقتهم في نفسهم لما نفضل نحسس نحسسهم بإن إحنا بنجسس عليهم وبنرأبهم وده بيحصل معنا بنعملوا مع أولادنا فبنهدي ثقة أولادنا من نفسهم ونهدي ثقتهم كمان في إنهم قادرين نتعاملوا مع المجتمع ومع الحياة إذا كانوا فشلوا في التعاون مع أقرب الناس إليهم وخلوهم محل شك ومحل رفض بس زي عيتعاملوا مع المجتمع كسرت التشكك حتى بين الزوجين بتعمل جفوة بين الزوجين وتلاقي جو البيت اتكهرب وجو البيت بقى كله بقى جو أشبه بالجو السام والأولاد تلاقيهم بدأوا ينزوه وينعزله وساعات يدوروا على احتواء بديل يدوروا على بيئة أسلم ليهم فيها سلام نفسي مش جدي بيئة البيت اللي مليانة شكوك ومليانة سواد ومليانة أشياء كلها فيها مروغة وفيها تجسس كسرت التشكك اللي حوالينا أحياناً بيقوى عندهم النفس الأمارة بالسوق وتخلي النفس الأمارة بالسوق تلعب بيهم ويبقى عندها مبر وتدفعهم إنهم يعملوا أشياء اللي مشكوكين فيها اللي احنا بنسميه في لحظة من اللحظات الاستبياع الاستبياع في العلاقات جزء كبير احنا مسؤولين عنه لما بنشك في اللي قدامنا ما قلتش مسؤوليتنا كلها لكن جزء كبير احنا مسؤولين عنه طب إزاي بقى نعيش بسلامة بناء الثقة تعالوا نشوف شوية حاجات كده هنقول لكم على شوية خمس حاجات كده ممكن نشوفهم أول حاجة أساس أي علاقة جاهزة لبناء الثقة هو إن أطرافها يكونوا عايشين في أمان الله يعني كل واحد فينا يبعت للآخر هذه الرسالة وهو نفسه يعيش بها إن هم يتقنوا من فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللي بيعيش في أمان المولى سبحانه وتعالى مش بيحس بالتهديد طول الوقت هو في أمان الله فمش هيعيش بالشك ومش هيسمح لحد يشك فيه ويبقى عنده مناعة وجواه سمود ورسوخ فحتى لو تعرض للغدر أو تعرض للكسر لأن المفروض أن يتوجع على الغدر هو اللي غدر مش أنا اللي توجع مكانه إذا كنت أنا المغدور بي هو اللي يتوجع أنه هو عمل كده لأنه هو اللي يتوجع على قيمه على أخلاقه على سلوكه مش أنا اللي توجع على أنه هو عمل حاجة غلط هو اللي عمل غلط هو اللي يتوجع الحاجة الثانية الصبر على الناس اللي معنا في العلاقة الصبر معناه جزء منه مهم جدا جدا إن أنا أتغاضى فالتغاضي بيقوي الثقة بيني وبين الناس فبلاش نرفع سقف توقعاتنا في الناس اللي حوالينا الناس بعمل برشار برضو مش ملايكة وبيخطئوا زي ما احنا بنخطئ فرفع سقف التوقعات ان هم ناس ما بيغلطوش وناس عالم مسترة ده بيحسس اللي حوالينا بيلعب ويحسسهم ان هم عايزين يعيشوا حياة طبيعية بس بيعيد عننا تالت حاجة تحمل مسؤولياتنا في اي علاقة بلاش الهروب من المسؤوليات اللي بتهد السق وانت ما تهربش من العلاقة وتسيب العلاقة وبعدين تبقى عايز تبقى تبني الثقة لا لازم ما تهربش من مسؤولياتك رقم اربعة ما نستخدمش اساليب التفتيش والمراقبة والتحسس والتجسس لان ده بيفسد العلاق رقم خمسة لازم نحفظ الاسرار لان افشاء الاسرار هادم للثقة بين الناس ويا سلام لو اضفنا عليهم كمان حاجة ستة ان الثقة بتبني بيننا وبين الناس بالتركيز فالتركيز عنصر اساسي في بناء الثقة التركيز هو الاهتمام بالطريقة اللي تسعد احبابنا لان الثقة بتبني بالنظرة بتبني بالكلمة بتبني بالموقف ونختم بقى لان في اوقات المهمة لازم نكون جنب احبابنا لان ده بيبني الثقة لان الاوقات المهمة هي الاوقات اللي احبابنا فيها بيكونوا محتاجين لنا الاوقات السعيدة المهمة لأحبابنا زي اوقات النجاح الأحداث الفارقة كمان زي السفر ولذلك أزواج كتير لما بيسفروا مع زوجاتهم كل ده إيه اللي حاصل بيعمل نقلة في العلاقة من معده وتبقى العلاقة في غاية القوة عشان كل واحد هناك هو الأمان للتاني ولذلك احنا بنقول دايما أن الأسرة في الغربة بتبقى وطن رقم ثلاثة كمان الأوقات في الأحداث الصعبة وفت أوريب مرض أزمة مالية أي نوع من أنواع الخسارة أو أي نوع من أنواع الشت شوف جمال ونور وحنان واحتواء الستينة خديجة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جالها بعد نزول من الوحي وقال زملوني زملوني دثروني دثروني وقال لقد خشيته على نفسي فتقوله السيدة خديجة رضي الله عنها إيه اللي بتقوله إيه كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصود الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعينه على نوائف الحق يا سلام على الأمان اللي يحصل ده ويا سلام على السلام والثقة بالنفس اللي تحصل لما هتيجي لحد وانت حاسس ان انت خايف فيأمنك كل هذا التأمين رقم أربعة وخمسة أوقات الإنهاك من أكتر الأوقات اللي ما يبقى انت لو كنت قريب فيها من أحبيبك إيه لا يحصل هتتبني الثقة جدا جدا فهم ما يحسوش انهم أعباء ويحسوا ان انت شايل عنهم وان انت بتطيب قلبهم أوقات الخلاف كمان مهم جدا في أوقات الخلاف ودي أكتر أوقات بيبني فيها الثقة بين الناس وبعضهم لم يعرفوا ازاي يتعاملوا مع بعض بحكمة كل ده كل الأوقات دي هي الأوقات المهمة ان يظهر فيها بناء الثقة يعني بناء الثقة البنى الحريف للثقة يكون موجود في الخمس أوقات دول مهمة أوقع أوقع طب لو حبينا نعيش مع بعض تجربة بناء الثقة نعمل إيه أول حاجة توقف عن كل أشكال التحسس والتجسس والتلصص في علاقاتك يعني نبتدي بالتخليع بلاش خلي علاقتك من كل ده تاني حاجة خليك حريص انك تكون موجود مع أحبابك في الأوقات الخمسة اللي احنا قلنا عليهم دي رقم تلاتة حاول دايما عشان تبني الثقة ان انت اذا حد اي جي قالك ان انت وقعت في خطأ ان انت تسارع بالاعتذار ولا بأس ان بعد ما تعتذر وهو يطيب خطره تبين لوجهة نظرك لان بيانك لوجهة نظرك كتير بتصلح العلاقة ما بينك انت كمان محتاج كمان رقم أربعة ان انت عشان تقدر كمان تكون بتبني الثقة انك تصبر شوي تعمل الحاجة وتصبر عليه مش تعمل الحاجة وتتسرع في طلب هي بانت الثقة ولا لا لما تقف جمي حد لو انت بسرعة جيت وقلت له انت شفتني وانا وقف جمك هيحس بالامتنان لكن لو جيت بعد شوية قلت له على فكرة بعد سوية بعد سنة بعد ستوش بعد شوية تلو على فكرة انا فرحت جدا 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 ان انت لما احتاجتني اول حد لما احتاجت الحاجة اول حد دي لاجأت له كنت انا انا فرحانة اقوب ده ساعتها هيحس بانك انت فرحت انه ان انت قريب جمه لكن لو ما اتكلموا بعدها على طول وذلك لابد ان احنا نصبر على علاقة واحدة واحدة نصبر على في العلاقات لان الصبر في العلاقات بيبني السقى جدا 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 ساعات لما يجي الانسان يتعافى من الغدر بنقوله ما تتسرعش بانك انت تسأل الشخص اللي بيتعافى انت تعفيت ولا لا انت تعفيت ولا لا انت تعفيت ولا لا لان ده بيهدي السقى اللي بيحاول نعيد بناءها مرة تانية فصبر آخر حاجة ورقم خمسة اللي أنت ممكن تعملها عشان تمر بتجربة سلام بناء الثقة أنك تدعى ربنا في الصباح والمساء تدعى ربنا بدعاء يدخل قلبك على أنك أنت مصر على أنك أنت تبني الثقة بينك وبين الناس فتعيش في سلام بناء الثقة وممكن تقول الدعاء ده اللهم يا سلام لا تحرمنا في هذه الساعة سعادة ووصلا تفتح بيهما على قلوبنا أبواب اليقين من لطفك بنا فنسق برحمتك في كل حياتنا وتقرق مقومتنا في أنهار شهد حلاوة الأمان والأنس بدوام حفظك وحنانك وتدبيرك لنا نقول الدعاء مرتين نقول يا سلام ونحن بنتدرع إلى الله سبحانه وتعالى فنقول يا سلام لا تحرمنا في هذه الساعة سعادة ووصلا تفتح بيهما على قلوبنا أبواب اليقين من لطفك بنا فنسق برحمتك في كل حياتنا وتغرق مهجتنا في أنهار شهد حلاوة الإيمان والأنس بدوام حفظك وحنانك وتدبيرك لنا يا كريم يا رب العالمين أرنا حنانك واجعلنا ناسق في كل عبيدك بحنانك ومددك وحفظك يا رب العالمين يا سادة هنبقى سوعداء جداً جداً لو حكتونا عن تجربكم لما تيجوا تعيشوا بسلام بناء الثقة يا رب قدم علينا يا رب هذا السلام واجعلنا في سلامك يا سلام بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومش بس كمان بنسعد والصفحة بتستنير بتجربكم عن السلام وكل أنواع السلام اللي احنا نتكلم عليها خاصة سلام بلاء الثقة اللي تكلمنا عليه النهاردة وتعالوا نتلقى أول سؤال من أستاذ أسماء أستاذ أسماء اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سلام حضرك طيب يا شيخ وحضرك طيب وبصحة وبسلام يا فاندي لو سمحت أنا متزوجة وزوجي كان متزوج قبل كده وعنده أولاد أنا لما زوجي جي يتزوجني كذب علي وأهلي وقال لي أن أهله في السعودية فأنا ما شفتهمش هو جوزي ملتزم على فكرة وحفظت لكتاب الله وتقبلت الوحده بطوله قال لي أنه عنده طفلين بس وهو عنده أربع أطفال من زوجتين قبل كده برضو أنا ما كنتش عارف ده أنا عرفت كل ده بعد ما تزوجنا ودخلنا يعني فدلوقتي أنا يعني تقبلت الأمر وبقول له خلاص حصل خير وكده بس اشركني في حياتك يعني عرفني كل حاجة عنك أنا والله مش وحشة ومش هبقى وحشة يعني مع أولادك ولا حاجة بس أعرف لحد دلوقتي مش عايزني أتعرف على أهله خالص يعني أنا معرفش أي حد خالص من أهله ونفسي عرفه ونفسي حس بالأمان أنا يعني معرفش حاجة عنه بحس دايما بخوف ومبارح حصلت يعني مشكلة ما بيننا بيتكلم مع أهله كده بطريقة مستخبية قوي حتى النوع دايما مداري عني حاجة فين السؤال يا أستاذ أسماء؟ السؤال إن أنا دلوقتي من حقي إن أنا أعرف أهله وتعرف عليهم ووعرف كل حاجة عنه مثلا الحاجات المهمة وكده ولا دايما أبقى بعيدة كده عنه وحس إن أنا قريبا أجاوب على حضرتك أستاذ أسماء بص أستاذ أسماء خلينا أقول لحضرتك يعني يبدو والله أعلم إن إحنا محتاجين استشارة عاجلة استشارة عاجلة ليه؟ لإن أنت بتديتي تحسي بإنك أنت بناء على الكلام على حلقة النهاردة إن فيه السقة بدأت تتهد إيه سبب إن فيه مشكلة في السقة دلوقتي إن فيه أشياء أنت رجالك كتير ما بيفهموش إن الستات بتساوي عندهم التخبية هي كده التخبية عند الست بتساوي الكده وإنت لو كنت سألتيه فهو أجابك جواب غير اللي حصل ده إنت بتعتبره كده فهي اللي بيمر بيست لما تكتشف الحاجات دي هو نفس شعور أقرب بشعور الخيان فهي حتى ساعات بتعبر بده فأنا بقول الكلام ده عشان زوجك يفهم كده كويس طب هو إيه الحل؟ الحل في ده إن إحنا نقعد ونتكلم لازم نقعد ونتكلم ونتكلم بصراحة ولازم إنت طول ما إنت كده عتفضلي طول الوقت بيتراجع حبك وبيتراجع علاقتك به لإن إنت كل الأصوات اللي جواكي دي بتكتر فأنت لازم تحسيمي ده بإنك أنت تتكلم معاه وتقولي له ده ويريد تسمعيك كلام أنه أنا بقوله ده إن إنت محتاج إن إنت تتكلم معاه بوضوح أما مسألة إن إنت تتعرفي على أهله ده جزء من حسن العشرة إن إنت تتتعرفي على أهله لإن أهله دولا بشكل أو بآخر عيكونوا أجداد وعيكونوا جدات عيكونوا أعمام عيكونوا عمات أولادك فأنت مفروض تعرفيهم عشان تعرفي امتداد حياة أولادك المفروض تعرفيهم لكن هو لو إنه هو شايف إنه ما ده ما يحصلش مش هتهدي الجوازة دي يعني ده مش هتهدي الجوازة لكن ده وضع استثنائي وضع مش طبيعي مش ديني عشرة بالمعروف ده مش هو ده الصح الصح إن الناس لما بنبني الأسرة الأسرة بيبقى لها دفتين اللي هي الأسرتين أسرة المنشأ فالطبيعي إن هما إن الأسرة العادية تبقى ممتدة ده الطبيعي فده شكل استثنائي فده شكل استثنائي هتستحمليه قد إيه فأنا زيك بجيه الكلام لزوج حضرتك إنت لو عايز تبقي على البقية البقية في هذه العلاقة يبقى إنت لازم تكون أكثر وضوحا وده مش معناه إن هي لازم إنت تعرفي كل التفاصيل إيه العلاقة اللي بينه لا فيه خصوصية في العلاقة بينه وبين أهله بس إنت لازم تعرفي أهله لازم تعرفي أهله عشان لو حصل أي حاجة لو احتجتيهم تبقى عارفة توصل لهم إزاي وتعامل معهم إزاي لأن المسائل دي مسائل مهمة جدا جدا في الحياة الزوجية نعم أستاذ محمود من إسكندرية تفضل أستاذ محمود السيدة محمود من إسكندرية تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم كل السلامة وحضرك طيبة يا شيخ وحضرك طيبة معلش أنا هس أعزينك بس في ثلاث أسلة اتفضلي أول سؤال بالنسبة لزكاة المالي لما أجي أحسبه أطرح ما قمته 85 جرام دهب وبعدين أحسب على الباقي ولا بيبقى على المبلغ كله على المبلغ كله كله بيطلق 85 جرام دهب بص حضرتك إحنا بنقول إيه دلوقتي زي بالزبط إحنا عندنا كاسة كده عندنا كباية إذا وصلت ل 85 جرام دهب هنطلع بقى على كل الفلوس لو هي أقل من 85 جرام دهب مش هنطلع يعني دوة بداية بداية تطلع يبقى دوة اسمه شرط من شروط وجوب الزكاة يعني أول ما نوصل زي بالزبط لما يقدن الأداء نصلي فلما يبقى 85 جرام دهب نطلع الزكاة اللي بعده اللي بعده أنا عندي بنتين متجاوزين وهم بالشغل هم وجواز طيب بس الظروف معهم ضيقة شوية وعندهم أولاد هل يجوز أن أنا أديهم من زكاة المال؟ لو أتديهم من زكاة المال من سهم الفقراء والمساكين لا لكن ممكن تديهم من سهم الغريمين لو عليهم ديون تديهم يسددوا ديونهم لا ما عندهمش ديون لو ما عندهمش ديون يبقى خلاص يبقى مش هتقدر تديهم من فقراء والمساكين لكن ممكن تدي لزوجهم أدي الأزواجهم آه آه طب ممكن أن أنا أبعث معاهم لأزواجهم بس ما يقولولوش إنهم مني عشان ما حربهمش يعني وإنت لو ديت له وهدية عاي يحصل إيه؟ ممكن يتحرك مثلا كهدية يعني؟ آه هدية آه ديله هدية طيب ماشي بالنسبة لسؤال الثالث أنا الزوجي مريد قلب وسكر ربنا ديل يجمع له تمام الأجر والعافية آمين يا رب العالمين وخايف يصوم عشان هو بياخد أنسولين طيب الدكتور عايير له ايه يصوم ولا لا؟ هو بصراحة ما رح نشر دكتور في وقت الصيام إنما كان فيه دكتور في التليفزيون قلن على مسؤولية قدام ربنا اللي بياخد أنسولين يفتر ويدفع الفدية كويس هو بياخد أنسولين بعله كم سنة؟ لا ده بياخد بله ويجي عشرين سنة طيب هو الدكتور في الغالب لما بتروحوله قبل كده قال له يصوم ولا ما يصومش؟ ما سألناهوش بصراحة طيب هو قادر يصوم إنما الدكتور في التليفزيون قال إنه على مسؤوليتي اللي هو البرنامج بتعزدني علما خليكي بسمعني قال على مسؤوليتي قدام ربنا يفتر أي واحد بياخد أنسولين يفتر ويدفع الفدية هو الدكتور بيقول إن فلان يقدر يصومه يا مقدرش بس الدكتور مش من حقه أي حد أي دكتور أنا بقول أولا الدكاترة ما تبقاش بالصفة عامة يعني سمعي لو سمعت يا حاجة أي اتفضل الدكتور مش من حقه يقول افتر ولا الدكتور من حقه يقول فتوى زي ما احنا بنقول الأطباء بنرجع للأطباء إن هما نعرف هو فلان ده يستطيع السيام ولا لا فهو يقول ده يستطيع السيام أو ما يستطيعش السيام فلان يفتر ولا ما يفترش ده مش تخصص الدكتور حتى ولو كان ده معناه إن فلان ده خطر عليه يقول إن فلان السيام خطر على فلان لكن افتر يا فلان دي مش شغلة الدكتور على فكرة حتى لو كان الدكتور دوت لي علاقة بالشرع هو فقط يقول إن السيام ده يدر الشخص ده فإذا كان السيام بيدر يزوج حضرتك حاجة ما محمود يفتر إذا كان الصيام بيدر لكن السؤال مش كده السؤال هو يصوم تاني ولا لا يا دكتور يعني بدلا ما تقوله افطر يا دكتور قله هو فلان ده يقدر يصوم طول حياته ولا لا الشخص اللي عنده أنسولين الشخص اللي بياخد أنسولين يقدر يصوم طول حياته ولا لا في ناس كتيرة ممكن تكون بتاخد أنسولين وتقدر تصوم فأنت هتتعامل كيس باي كيس يا دكتور فالحكايات المطلقة دي نخلي بنا معاه فالسؤال دلوقتي الدكتور لو قاله أن أنت حالتك دي ما تنفعش تصوم خالص فيبقى الحجة أبو محمود ما يصومش خالص لأن الدكتور قال أن الصيام فيه خطر عليه فيبقى هو خلاص ما يصومش خالص وساعتها يطلع فيدي طيب لو الدكتور قاله ما تصومش لغاية ماء السكر بتاعك يستقر إيه اللي هيحصل خلاص وقاله بعد كده تقدر تصوم ما ممكن يكون القرار بتاع الدكتور كده أن أنت في الفترة دي مش تقدر تصوم لكن تقدر تصوم بعد كده يبقى إيه اللي هيحصل يبقى إيه اللي هيحصل ببساطة خالص إحنا إذا الدكتور قال كده يبقى خلاص يبقى يصوم بعد كده ويقضي اللي عليه يبقى الدكتور لو قال لحجة أبو محمود أنت مش تقدر تصوم خالص يطلع فيدي قاله ما تقدرش تصوم دلوقتي لكن ممكن تصوم بعد شوية لما السكر بتاعك يتحسن يبقى إيه يبقى يقضي اللي عليه وضح حجة أبو محمود أستاذ أسمع من أسيوت تتفضل السلام عليكم من الشيخنا وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أنا عندي مثلا الحيض بتقعد ستة أيام طيب وفترتهم مثلا في رمضان طيب وحد قال لي أني مثلا بصوم ستة شوال بعد العيد أني ممكن بنية أن أنا أصوم اللي اتنين يعني ستة أيام يعني مفروض ده ستة وده ستة اتناشا لا هم قالوا لي ممكن بنية أن أنت تصوم اللي اتنين مع بعض هل ده يجوز؟ ينفع؟ طيب أجاوب على سؤالك يا أستاذ أسمع الراجح في الفاتوى دلوقتي أن احنا في طريقتين هل الصيام الستة من شوال ده صيام مقصود لذاته ولا ده صيام لكي لا ينقطع الإنسان عن الصيام فيصوم ستة من شوال لكي لا يظهر الحرص على العبادة فإذا كان ده إنه إظهار الحرص على العبادة وإنه علي أن أنا أوقع صياما في شوال وليس هو مقصود لذاته فإنه اللي حاصل فهيبقى ده زي مثلا زي مثلا إيه؟ زي تحية المسجد لو أنا دخلت المجلز جيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إني لا يجلس أحدكم حتى يصلي فأنا دخلت لقيتهم بيصلوا الضهر فصلت الضهر هل علي أن أنا أعمل تحية المسجد؟ لا صلاة الضهر النفسها كانت تحية المسجد نفس الكلام بقى في الصيام الستة من شوال المفت به الآن والمستقر في الفتوى أني لو واحد صامت قضاء بتاعه في شوال يبقى كده برضو صامت ستة من شوال فساعتها يقع له صيام الستة من شوال يعني يقع له السواب اللي حضرت النبي تكلم عنه من صامت رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صامت ضهر كله ياخد السواب أنه كأنه صامت ضهر كله لأن رمضان بـ 10 تشهر وبعد كده الستة من شوال بشهرين يبقى كده كأنه صامت سنة كلها واضح؟ فإذاً آه يجوز لك أن أنت تصومي أيام القضاء اللي عندك دي في شوال ويبقى كده صومت الستة من شوال ومش محتاجة تصومي ستة تانين نعم أستاذ إيمان من الجيزة تفضل السلام عليكم الدكتور وعليكم السلام ورح تلاه بركاته أنا صامحت عن السؤالين تفضلي عندي أول سؤال ابني عنده إن شاء الله في الجامعة وبيكذب كتير وما بيصليش إلا بصعوبة ولازم أن أكون وقفة قدامه عشان يتوضى عشان يصلي أنت بتوقف قدامه عشان يتوضى صح؟ آه إيه؟ بتوقف قدامه عشان يتوضى لا خش يلا عشان تتوضى خش يلا عشان تتوضى يعني كده أفضل لازمني كده علشان يخش يتوضى ممكن يبقى يصلي العصر ده قرب المغرب خلاص هيقذل هو عنده عشرين سنة آه طب كملي كملي وما بيصليش على بصعوبة وبيكذب كتير قوي علي طب صارحني في حقيقة ومش عارش فيهم الكلام ده وبردك إيه؟ أحسني بكلام وبردك فيكك بس ما بردك أحرق طب فين السؤال يا أستاذا إيماني؟ السؤال اللي أنا ابني دلوقتي زنني أنا كده عليه بس يعني كده أعمل أنا إيه علشان يقدر يصلي أو ما بيكذبشي؟ جيز أول سؤال طيب كان سؤال إن جوزي مأثر معايا في العلاقة الزوجية ومأثر معايا في مصارف البيت وفي تربية الأولاد وهو ابن عمش إيه إيه؟ طيب فين سؤالك؟ السؤالي اللي أنا أعيش معاه اللي أنا أستحمل عشان خاطر أولادي أو أوحه وأقوله كده غلط وكده هو شايف كل حاجة بقوله أنت تتعب أنا معايا أنت تتعب أنا معايا طيب سؤالك فين؟ هو بيشتغل يوم وأعد بيت الأيام يعني عشان عنده عقف جلي بسيط فين سؤالك يا أستاذ إيه؟ أنا دلوقتي أنا لما أشتغل وما بخليش حاجة لي عشان البيت مش مكسف يعني ما بخليش حاجة لي أنا وكده بأصدر أنا في نصف حقيناك هل دوتي اعتبر صدقة؟ آه هل دوتي اعتبر صدقة فعلاً؟ أولاً أعمل إيه عشان خاطر مثلاً جوزي وإذنه يبعد له حاضر يا أستاذ إيمان شكر يا دكتور شكر عفواً عفواً أستاذ إيمان أولاً ارفع أيديك عن الولد ملكيش دعو بالولد إن صحيح بس ما تعبوش ما تقفلوش على الحمام هو التوضى ولا لا ما تقفلوش على سجابة الصلاة أرجوكي هو ممكن يكون كده بقى يكدب عشان الحركة اللي أنت بتعمليها دي سيبيه بس زكريه إن ربنا بيحبه قولي له إن ربنا سبحانه وتعالى معاه لكن أنت كده بتزودي عناده بتزودي نفوره بتزودي تركه للصلاة فالحل إنه هو خلاص بقى كبير ده بالغ ده يتجوز ده يبقى يبني أسرة ده فعشان يبني أسرة لازم تحسسيه إنه هو مسؤول أمام الله طيب وقلبي إن أنا حاسة إن أنا فشلت في تربيته ما فشلتش في تربيته إنت مين قالك إن أنت عشان تنجحي في تربيته يبقى هو لازم يبقى ملاك ما تسيبيه هو يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى عنده علاقة بينه وبين ربنا بتعملي إنت إيه تنصحي إيه بس بلاش العقاب وبلاش العناد وبلاش المرأبة وبلاش التجسس سيبيه يبقى عنده ثقة أنت كده بتهدي الثقة فيه أنت لما تعودي تتبعيه وتقوليه إن أنت مش مصدقاه أنت ما هو لازم يكذب فحاول تصدقيه عشان ما يكذبش أنا دايما بقول له أحبابي كده حاول تصدق أولادكم عشان ما يكتبوش الحاجة التانية زوج حضرتك اللي أنت بتعمليه ده وقت كله في ميزان حسناتك وصبرك وكمان أن أنت بتشاركي في البيت ده إن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك لكن الأمر التاني الأمر العلاقة الخاصة عودوا مع بعض وتكلموا قوليه إن أنت مش عايزة تتفتني قوليه إن أنت محتاجاها قوليه كل الكلام اللي بتقول الزوجة عشان تبين إن هي حريصة على علاقة الزوجية حريصة على إن البيت يفضل بيت حقيقي مش بيت ناقص ولا نص بيت ولا ربع بيت ولا تلت بيت إن هي عايزة البيت يبقى بيت كامل فأنت روح يقولي له الكلام دوت وإن شاء الله رأيكون فيها كل خير إذا ما كانش ده تعالوا بقى تعالونا أنتو الاثنين على مركز الإرشاد الزوجي في دار الإفتالة المستدرية ونتكلم وإن شاء الله نحل الموضوع ده أستاذ ريهام من دميات تتفضل ألو أهلا وسهلا تفضل يا أستاذ ريهام وحديك طيب يا مولانا وحديك طيب يا فندي أكرمك الكريم ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله شكرا يا مولانا على الحلقات السلام عموما وحلقة مبارح بتاعت التأمين دي كانت في منتهى الأمام يعني فعلا بتشايل الهم وبتظلم الدنيا الثانية ربنا يحفظك يا فندي ربنا يبارك فيك فضل يا أستاذ ريهام أنا بس كنت عاوزة أسأل أنا في نهاية الصلاة غالبا في أغلب الأوقات ببقى خلاص بحسب يعني أنا عارف أنا ماشي إزاي بس في نهاية الصلاة ميجي لي وسوية إن أنا لأ صلاة نقصة وإنك شكرا كده لا دانتي نقصة لأ دي مش راكعة الأخيرة لأ دانتي بتكرويتي أو حديث موم بيحسن لك في كل الصلاة كده؟ لا أيها بس في الغالب يعني لا مش في كل صراحة بس في الغالب يعني يعني بيحسن لك في جم سلاة من الصلاة إلى خمسة ممكن يبقوا اثنين مثلا اثنين دول بتعوط الليل ولا بتعوط النهار؟ لا بالنهار طيب الوسواز ده بيبسني كده وببقى خايفة بس أنا مش حاسب الوسواز ده بيبقى إيه بيكون عبارة عن صوت عبارة عن صوت ولا عبارة عن تشكك ولا عبارة عن إيه؟ تشكك كده وأنا خلاص بختم وأنا خلاص بقول التشهد أنت بتحسن أنه يجي لك ساعة ما يجي لك؟ لا أهو بيفاجيني لأ أنا مرتف صلاتي وعرفة أن أنا بختم فعلا يعني أنا متأكدة طيب ما تسمعيش الكلام ده واختم الصلاة ما تسمعيش الكلام ده واختم الصلاة وصلاتك صحيح لأن نحن معمورين في الوسواز أن نحن نفعل ما يدفع الوسواز طب يعني طب واللي هي الاقتراح الثاني اللي هو مثلا إني أقاف أجيب راقعة كمان من مبدأ في حاجة ما مبدأ السلامة أو إني ده مش مبدأ السلامة بناء على الأقل أقل بناء على الأقل الاحتياط عشان تبرأ الزم ده في حالة الإنسان اللي ما عندهش وسواز لكن ما ينفعش إن أنا أقول لواحد هو بيتوسوس لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو شايف شيطان الرجيم فأقول له إيه؟ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده يعمل إيه؟ عايزاود الوسواز عنده صح؟ أه صح وإنت لما بتعمل كده الوسواز بيقل ولا بيزيد؟ لأ أنا لما بعمل كده بالوسواز بيزيد صح كده؟ فاتفضلي حضرتك اختم الصلاة حشان الوسواز يقل خلاص؟ وخليك واسق وخليك واسق اتفضلي ما خاف إنه يبقى اسمه بريح نفسي لا ما أنت سألتيني ما أنت ما رحتيش نفسك ولا حاجة أنت ومت بواجبك وسألتي ويا الله وتوكلي على الله ربنا يحفظك ربنا يحفظك والله يا فندم ندعو لك في دعائنا في دعائنا ربنا نسأل نسألوا الإجابة والله ربنا يؤمن عليك بالخير كله يا بنتي أستاذ وداد شكرا يا أستاذ أستاذ وداد تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بس كنت أسأل حضرتك أنا دلوقتي ستي يعني ستي مسنة خمسة وستين سنة وعندي ولد واحد على أربع بنات إنجازة كنت أنا يعني دلحت شوية ما شارتوش المسؤولين المهم ربنا هدى وتجوزوا معا ولدين هو برضو أمورتي يعني هي أكي عيوب بس الحياة تمشي وكلا بصدته محترمة وخايفة على بيتوك هو بقى بالنسبة لللمغضة يعرف دي ويتكلم دي والآخر الأيام اللي فاتت زي كل حاجة الحقيني يمه الحقيني يمه وبعدين اكتشفت إنه هو كانت جوز أورفي شهرين يا الله بجملت بقى من واحدة يعني مغضة كانت في المصحة وبتاعة ودمان وبتاعة أنا جات لصدمة وقحت من طول وقالي السكر ورحت المشتش وبتاعة الآخر البناتي قالوا لي أنت هتعملين لوئدة عنده أربعة وثلاثين سنة أنت مش هتشيل زنب ولا زنب بعيال وهو اللي تشيل زنبه أنا من الساعة دي بات عملة داري علينا مع امرأة طولة صبور يا بنتي ربنا يدي أنا بقى لي خمسة واربعين سنة مع ابو رجل ما يشربش سجارة وراعي فيها ربنا وفي عياله يمكن ربنا يدي طيب حاجة جوداد أنا دلوقتي أتيك زنبه طيب سؤال حلو ده أجاوبك يا حاجة جوداد لا لا أنا أجاوبك على ده وأجاوبك كمان على سؤال كده زوادة كده زي مكانه زمان يقولون إيه ده ده البتاعه ودي الزوادة السؤال بقى وده ينفع للمفتن المفتن ينفع أنه يجاوب سؤال ويزيد في السؤال ويزيد في الجواب السؤال بتحديك أنت عتشيل زنبه لا ولا تزيل وزيرته وزيره أخرى أنت ملكيش زنبي ملكيش زنبي في اللي هو بيعمله خالص ولا حد يجي يقولك على فكرة حتى أنت لو كنت أخطأت في تربية أنت مش تتحمل كل اللي بيعمله ده هو خلاص مكلف هو خلاص بلغ هو خلاص مسؤول هو خلاص يتقل له في أمه يتقل له ويجيب لهاش كل ده ما يفضلش هو يجي يعمل كل الكلام ده كفاياك يا ابني كفاياك يا ابني أنت عتعمل أجيال من الناس الضيعين هتروح تتجوز دي وتلعب كده ومعرفش إيه وترمي وحاسس أن أنت عازب روح يا ابني يعيش الجواز روح تدرب أن أنت زوج روح تدرب على أنك أنت أب سيبك من لعب العيال ده أمك من هنا ورايح هتاخد قرار أن هي هتخليك تعتمد على نفسك عشان تبقى راجل خلاص عيب لما أنت تروح تقول له والدتك اللي هي المفروض أن أنت تلوقتي ترعاها في كبارها في السن ده عيب أن أنت تعمل كده فيها التقل لا فيها هي عتشيل إيه ولا إيه أما بقى كلامك لزوجته إن هو إن شاء الله ربنا دي كل الكلام اللي أنت بتثبت زوجته على البقاء في ده مدام أنت ما بتقول لهاش أي حاجة أكاذيب أنت ربنا يصلح حالك إن شاء الله حتى لو أنت بتقول له إن هو إن شاء الله بيحبه وما عرفش ده برضو جائز منك إن شاء الله أدي تاني حاجة تالت حاجة أنا بيقول لك توقفي توقفي هو طول ما أنت موجودة وبتعملي كده هو عيستمر فتوقفي يا حاجة وداد عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله إن شاء الله أستاذ أسماء أنت أستاذ ما عايز أتكمل أستاذ أسماء تفضلي يا شيخنا لو سمحت أنا كان عندي سؤالين تاني أنت ما دسميش فرصة حضرته تفضلي أنا أول سؤال لما سألته لك أنت بابتين يعني تاني سؤال اللي بيموت مبتن أنا ثمات حديث بيقول سبع حاجات ما بيتعذبش من عذاب القبر فيه بيبقى مريض كلا اللي بيموت مبتون يعني أوه مبتون يعني ده تبع الكلا ولا إيه طيب أجاوب حضرتك ده السؤال الثالث هو ممكن ربنا يديني اقتلاء في أب مثلا أنه يمنعني عن سرط الرحم ويمنعني عن إخواتي ويحبثني في البيت وما يردشي خلينا نشوف حد ومعاملة وحشة في أسوأ في فين السؤال بقى ده السؤال أني أنا المفروض أني أنا برضو قطيع وحتى في الغلط طيب أني أنا شايفة غلط يعني طيب هل هو بيمنعك لأنه هو بيدعي أنه أنت عندك اضطراب نفسي مثلا لا طبيعية خالص هو بيقولي أنا بغير عليك جدا وما لو هو بيمنعك ليه بيقولي أنا بغير عليك جدا وبعدين هو شكاك زياد عن اللزوم يعني فمتهيق له أني ده بيسلطني وده بيسلطني عليه أن أنا يعني أبقى مش كويسة معه وخصص أن أنا وقفة مع عمي وكده عشان هي مريدة وهو مش عايدي يعالجها يعني وكده طيب أعجبها على حديقة أستاذ أسماء طيب هل المبطون من الذين يسمونا بيشهيد الأجر آه المبطون من شهيد الأجر اللي هو بيموت بلكلة ده من شهيد الأجر ده الجواب على السؤال الأول السؤال الثاني أنت حديقة بتقولي تعملي إيه هتظل تحسني إليه هتظل تحسني إليه وجزء من الإحسان إليه بالذات في الحالة اللي أنت تكلم عنها لو كان الحالة اللي أنت بتقولها إليها دي صحيحة أنه يعرض نفسه على حد يدي له دعم نفسي لأنه هو محتاج دعم نفسي إذا كان وصل الحال أنه هو يمنعك من زيارة الأهل ويقولك وانت بتقوله بيغيره شدة وبيشك بشدة كل دي أعراض معروفة أعراض مرضية فهو محتاج أنه يحصل له دعم نفسي ويحصل له أنه ينصلح الحال عنده خالص فإذا حصل ده ده جوز من إحسانك إليه خلاص أستاذ أسماء نعم إذن إذن أستاذ أسماء لازم تكوني بره بوالدك مهما حصل طب حتى لو كان بيئذيكي حاولي تمنعي أزاء وتبريه الاتنين تمنعي أزاء وفي نفس الوقت إيه تبريه لأن دوة الأمر كبير الله سبحانه وتعالى وقد ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين يحسن فلابد أن أنت تعملي كده يا ربك عنا ممن يستطعون أن يذوقوا حلاوة سلام بناء الثقة بأن نكون متأقنين بأنك ستعيننا على أن نسير دائما في أماني وسلام من حولنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من الأمينين واجعلنا بابا من أبواب اليقين في ودك بأن نجعل كل من حولنا يسق بأننا نعيش معهم بمددك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ألهمنا مددك في كل وقت وحي